بعد القرار الملكي بالسعودية بسماح للمرأة بقيادة السيارة ردود فعل بارزة تصدرت عالم السوشيال ميديا وطبعاً الوسط الفن اللبناني والعربي كان له رأي بالموضوع تقليقات لبعض الفنانين تراوحت بين الغباء والعنصرية المطلقة وبين الأراء الرصينة المخرج شرب الخليل ما بفوبة مناسبة ليذكرنا بعنصريته والمستوى هيك الكتير محرج من سقافته وهيك علق شرب الخليل على الموضوع السمح للمرأة بقيادة السيارة بالسعودية جاء منقوصاً وانسمح لها بقيادة السيارة بس إذا كانت أول شي مبروك للسعودية هيدا القرار التاريخي اللي بيتخطى موضوع القيادة وبينعكس تغيير كتير كبير لدعم المرأة السعودية بمناصب إدارية وسياسية وديبلوميسية كتير كبيرة كتار هجموا شرب الخليل ووصفوه بالعنصري خاصة أن التهكم عنده أقرب للإهانة وبمواضيع كتير ما بتحمل أصلاً تهكم يعني اللي بيسمع تعليقاتك ميسيو شربل ومثالك يعني شي نقول اللي بيسيندوك بيقول أن القوانين اللبنانية بما يخص المرأة شي كتير كبير ومهم للأسف بعض اللبنانيين منتبهوا بعد لوضعهم وما شافوا وين صارت دول الخليج خصوصاً لناحية رفاهية المواطنين والتقديمات الاجتماعية والتطور بالمقابل كتار فنانات بيركوا للمرأة السعودية أهم النجمة العالمية ريهانة اللي نشرت صورة للفنانة تغريد بقشي رسمتها سنة 2012 واستخدمتها ريهانة كاريكاتور للسيدة محجبة قاعدة على سيارة يعني متسوق سيارة ومن الفنانات اللي أثنوا على القرار كانت سيرين عبد النور، إليسا، أروى، شمس، نسرين طافش، لطيفة، نوار الكويتية وغيرون بس يبدو أنه الفنانة أحلام مثل العادة ما عجب على القرار وغرر ديت بأسلوب ساخر لما قالت أنه حتنتهي موضة ألوان الجزادين ورح تنطلق موضة السيارات يعني أحلام شو بدي قليك أنا بحبك كتير وبعتبرك كتير مهضومة بس أنه الكل يحكي عن موضة الجزادين والسيارات والمجوهرات واللبس إلا أنت ما شار